أكد صاحب المعالي رئيس مجلسي الشورى والنواب أن تجاوز التداعيات والتحديات التي نتجت عن تشاري جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم يتطلب مساندة ودعما من البرلمانات والمجالس التشريعية للجهور والخطط التي تضعها الحكومات للمحافظة على مستويات التقدم والتطور التي وصلت إليها دول العالم جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات اليوم والذي نظامه الاتحاد البرلماني الدولي حيث بحث المؤتمر موضوعات تتعلق بالديمقراطية وتغير دور البرلمان في القرن الحادي والعشرين والتحديات والحلول العاجلة وإقامة الاقتصادات الشاملة والمستدامة التي تحاقق الرفاهة والعدالة للجميع إلى جانب الحلقة النقاشية الخاصة حول مكافحات الإرهاب والتطرف العنيف والتي قدم خلالها معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى كلمة حول جهود مملكة البحرين في مكافحة الجرائم الإرهابية وتمويل الإرهاب وغسل الأموال وأشار صاحباء المعالي رئيس مجلسي الشورى والنواب إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين ستواصل جهودها مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة وستعزز أفاق التعاون والتنسيق معها لبحث ومناقشة القضايا المشتركة والسعي لوضع حلول ناجعة ومستدامة واختتمت أعمال المؤتمر باعتباد إعلان القيادة البرلمانية حيث تم التأكيد فيه على ضرورة النظر في التحديات المستجدة والأبعاد العالمية غير المسبوقة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا والتأثيرات التي لحقت بالعديد من القطاعات الحيوية ومنها الاقتصادية والصحية وهو ما يتطلب تعاون الدول والعمل المتعدد الأطراف من أجل وضع حلول لعالم أفضل مع التأكيد على دعم قضايا المناخ والقضاء على الفقر وضمان استمرار الجهود لتحقيق الأمن والسلام العالمي يشكل الإرهاب واحد من أبرز التحديات التي تواجه دول العالم ويتطلب دحره تضافر الجهود الدولية في إطار استراتيجية الأمم المتحدة لمناهضة الإرهاب وتفعيل قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والقوانين الاسترشادية ذات الصلة وفي هذا الإطار فإننا ندعو البرلمانات الأعضاء إلى مضاعفة الجهود لوضع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وموضع التنفيذ يهمنا التأكيد في هذا المقام على أن مملكة البحرين بفضل رؤية الثاقبة لجلالة الملك قد تبنت مقاربة شاملة في اجتساث جذور الإرهاب الذي أضحى عابراً للحدود وتدرك المملكة أن ذحر الإرهاب يتطلب اعتماد استراتيجية متكاملة تشمل ضحض الأسس الفكرية التي يقوم عليها تشمل ضحض الأسس الفكرية شكرا